وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي تشهد ليبيا صراعا بين الحكومة المعترف بها وحكومة منافسة شكلها فصيل مسلح عرف باسم فجر ليبيا سيطر على العاصمة طرابلس في الصيف الماضي ومن المرشح أن يؤدي تعيين حفتل إلى زيادة التوترات مع حكومة طرابلس التي ترى أن صعوده علامة على أن النظام القديم يكتسب مزيدا من القوة ليعود إلى صدارة المشهد بعد الانتفاضة لمزيد من الإضاحات ينضم إلينا في الستوديو الزميل محمد برويس مساء الخير محمد مساء الخير أحمد ومساء الخير لكل المشاهدين كثيرا ما تردد اسم خليفة حفتر في وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة من يكون هذا القائد العسكري؟ بالفعل هذا القائد العسكري عاد إلى منصبه القديم لنبقى في تاريخه القريب يعود التاريخ القريب للفريق خليفة حفتر إلى بداية الانتفاضة في ليبيا ضد معمر القذافي في العام 2011 في هذه الفترة انضم خليفة حفتر لكتائب المقاتلين المعارضين لنظام القذافي ومباشرة بعد قتل العقيد الليبي بدأ يخبو نجم خليفة حفتر مثل باقي الشخصيات التي خدمت النظام الليبي في السابق وانضمت للانتفاضة الليبية مسار هذا القائد العسكري تميز على الخصوص بتحالفه مع الميليشيات الإسلامية في بداية الانتفاضة وانتقل إلى مناصبتها العداء كليا فيما بعد لكن علامات استفهام عديدة ظلت تحيط بمسار هذا الرجل وأهدافه الحقيقية لا سيما وأنه قضى سنوات طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الالتحاق بالانتفاضة الليبية محمد خليفة حفتر طبع اسمه خلال المرحلة الانتقالية في ليبيا خاصة في السنة الماضية كيف تم ذلك؟ بالفعل السنة الماضية كانت السنة سطع فيها نجمه في سماء ليبيا لقد كان العام 2014 منعطفا حاسما في مسار الرجل بعد اختفاء لمدة عن الأضواء خليفة حفتر ظهر بشكل مفاجئ وهو يعلن عملية كرامة ليبيا أو عملية الكرامة باختصار في فبراير الماضي وهي عملية في فبراير العام 2014 وهي عملية عسكرية قادها حفتر بغرض القضاء على ميليشيات ترتبط بتوجه حركة الإخوان أو جماعات أخرى متطرفة منها أنصار الشريعة وهكذا قاد خليفة حفتر عمليات جوية وبرية في بنغازي ومن مدينة الزنتان شنت ميليشيا متحالفة معه هجوما على مبنى المؤتمر الوطني العام البرلمان في العاصمة رابلوس هذا الهجوم وصفه خليفة حفتر بكونه انتفاضة ضد الحكومة التي يسيطر عليها الإسلاميون في ليبيا أنذاك محمد للرجل أيضا تاريخ قديم مع العقيد الليبي معمر القدافي وكان سعيده الأيمن بالفعل كان رجل نظام القدافي في زمن السبعينات بالفعل فقد كان خليفة حفتر حاضرا في كل الجبهات تقريبا وفي كل تحولات التي شهدتها ليبيا منذ العام 1969 فقد شارك خليفة حفتر في الانقلاب الذي قاده العقيد معمر القدافي عام 1969 وظل قريبا منه لسنوات تورد التقارير أن العقيد الليبي الراحل كافأ خليفة حفتر بتعينه قائدا لأركان القوات المسلحة الليبية وتولى حفتر قيادة 300 جندي في حرب تويوتا ضد تشاد لكن هذه المعارك لم تكن موفقة ومنيت قواته بهزيمة على يد القوات التشادية عام 1987 وهناك تعرض خليفة حفتر للأسر وهذا منعطفون أيضا في حياته ومساره كيف تولد العداء بين الرجلين حفتر والقدافي؟ بالفعل حرب تشاد هذه كانت نقطة التحول بعد الأسر في تشاد ستنقلب العلاقة بين خليفة حفتر والعقيد معمر القدافي من الولاء إلى العداء فقد تنكر العقيد الليبي الراحل لوجود أي قوات ليبية تحارب في تشاد وهو ما دفع بحفتر لمناصبة النظام الليبي العداء وذلك من منفاه في ولاية فيرجينيا الأمريكية حيث يوجد مقر الاستخبارات الأمريكية في لانجلي فترة المنفى الأمريكي جعلت الرجل محاطا بهالة من الشك حول حقيقة ارتباطه بأجندة أمريكية شكرا لك محمد برويس على كل هذه الإضاحات والمعلومات الوفية شكرا لك